السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في احسن صحة واسعة حال ومرة تانية او تالتة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة 2021 النهاردة اتنين انا بعمل لكم الفيديو ده يوم اتنين يناير مش عارف هتنشر امتى المهم هذا الفيديو هو تكملة للجزء الاولاني عن مكونات الدم مكونات الدم في الانسان وما وظيفة كل مكون من هذه المكونات استكمالا للفيديو السابق الفيديو السابق كان مقدم عامة عن هذا الموضوع استكمالا هنركز في مكونات الدم عشان نفهم الدم اللي بيجري في عرقنا ده عبارة عن ايه الدم لما بنقسمه زي ما تشايفين في الانبوبة ديت بعد ما بيترصب بينقسم الى قسمين جزء علوي مسفر شوية طبعا هو مش شفاف غام ومسفر زي ما بين كده في الصورة والجزء السفلي لونه محمر الجزء السفلي اللي لونه محمر ده نتيجة وجود او تركيز كرات الدم الحمراء فيه فالجزء الاولاني يساوي خمسة واكتر من نص الدم خمسة وخمسين في المية من حجم الدم ككل الجزء الثاني اللي هو قلنا اغلابه كرات دم حمراء عبارة يمثل خمسة واربعين في المية من حجم الدم وقلنا في الفيديو السابق الرقم ده مهم جدا لان هو ده اللي بنشوفه فيه التحليل وبنقول عليه هيماتوكريد فاليو والنسبة الطبيعية بتاعته حوالين الخمسة واربعين في المية فكرات الدم الحمراء تمثل خمسة واربعين في المية وهي التي بسببها في اللون الأحمر اللي انتم شايفينه في الجزء الصفلي من الأنبوبة اللي أصادكو دي فالدم بينقسم إلى قسمين رئيسيين طبعا ده للتسفيل يعني عشان نفهم الموضوع القسم الأولاني اللي هو بنسميه بلازمة وده قسم سائلي والقسم الصلب اللي هو الجزء التحتاني ده عبارة عن كرات الدم واحد واحد بقى كده نشوف البلازمة ده عبارة عن ايه البلازمة ده عبارة عن البروتينات اللي بتجري في الدم برضو البلازمة نفسها مش كلها مية هي بس المية المية فيها حوالي تسعين إلى اتنين وتسعين في المية من الكمية الصفرة دي عبارة عن مية اللي بقيتها مكونات صلبة اللي هي ايه بقى اهمها البروتينات والالكترولايتس اللي هو ايه او اسمه اخر كريستالويتس اللي هو عبارة عن السوديم والبوتاسيوم والمعادن الاخرى فبروتينات ودي تعتبر المكونات العضوية والالكترولايتس تعتبر المكونات غير العضوية اظن عارفين يعني ايه عضوية وعارفين يعني ايه غير عضوية وغير ده وده هنلاقي في الدم برضو الحاجات اللي نتجت عن التمثيل الغذائي ميتابوليك عن الموتابوليزم ميتابوليك نيوترونز المغازيات اللي امتصمها من الجهاز الهامضمي وبعدين تم ايه التعامل معها داخل الكبد ونزلت للدم بها عشان تروح الانسجة وبرضو الهرمونز الهرمونز اللي بتنتجها الغدد المختلفة بتمشي في الدم عشان توصل الى الهدف بتاعها الى الانسجة التي تستهدفها هرمونات مثلا انجنسية تتاجه من الغدد الى الاعضاء الجنسية في الراجل اوسط والشيء الاخير اللي هنلاقيه في الدم اللي هو بقى الويست اللي هو ايه يعني تكرمه نقول ايه الزبالة بتاعت بتاعت العمليات الكيميائية التي تمت في الجسم كلها والتمثيل الغذائي ديت بنسميها الويست وده الجسم طبعا مش عايزها فده بتبقى ماشية في الدم عشان تروح الى الكلة عشان الكلة تتخلص منها كده ديت مكونات البلازما اللي هو الجزء العلوي الاصفر اللي مو الشفاف بس لونه اصفر او يميل الى الصفر ده كده الجزء العلوي نيجي للجزء الثاني اللي هو مكونات الدم الصلبة اللي هو في اغلبها عبارة عن ايه عبارة عن كرات الدم الحامرة ده يمثل زي ما قولنا 45% وهذه القيمة دايما هنشوفها في كل تحليل دم اسمها هيماتو كريت طيب اهم حاجة من المجموعة ديت من ناحية الكمية هي كرات الدم الحامرة كرات الدم الحامرة دي ديت هي تقريبا 99% من الجزء الاحمر دي هي كرات الدم الحامرة والاجزاء التانية عبارة عن ايه عبارة عن ليكوسايتس اللي هو كرات الدم البيضة ثم اخر حاجة اللي هي الصفايح بالنسبة للحجم هنلاقي اكبر مجموعة هي كرات الدم البيضة من ناحية الحجم من ناحية الحاجم مش العدد اما بالنسبة للحاجم هنلاقيها اصغر حاجة اللي هي الصفايح الصفايح ديت اصغر حاجة في الحاجم اما بعد كده الكرات الدم الحامرة ديت متوسطة ما بين الصفايح و الكرات الدم البيضة ولكنها الاكثر عددا مع الكمية الكبيرة او العدد الكبير بتاعها لان احنا قلنا في الفيديو السابق ان عدد كرات الدم الحامرة في الراجل مثلا من 5 الى 6 مليون في كل ملي متر مكعب او بنسميها مايكرو ليتر في كل مايكرو ليتر الليتر فيه 1000 مايكرو او المتر فيه 1000 ملي متر فواحد ملي متر مكعب خمسة مليون خمسة ونوص ستة مليون في الراجل وفي الست اقال شوية يبقى كده ديت هي مكونات الدم بالتفصيل يعني واحدة واحدة احنا قلناهم كده نرجحهم تاني عندنا الدم لما بنتركه او يتدور في جهاز اسمه جهاز السنترفيوج بيبقى بهذه الصورة اللقصاتكم حاليا اللي انا علمت عليها باللافدر بنلاقيه مقسوم الى جزئين جزء علوي ده بنسميها ايه البلازمة وجزء صفلي ده بنسميه كرات الدم الجزء العلوي اللي هو الحجم الاكبر خمسة وخمسين في المية تقريبا اكتر من النص واللي تحتيه خمسة واربعين في المية تقريبا اقل من النص بشوية ماشي البلازمة بتتكون منها ايه مهمة اول حكاية ده ان احنا نعرف ان البلازمة دي بيبقى فيها ايه البروتينات البروتينات ديت عبارة عن ايه اهم واحد فيهم حاجة اسمها البلازمة ده هنشوفه في جميع تحاليل الدم لما نيجي نعمل وظائف الجسم او التشييق هيتطلع لك حاجة اسمها البلازمة وده قمته العادية 7 جرام برديسي ليتر 7 جرام برديسي ليتر هتلاقي دايما موجود في التحاليل وفي حاجة تانية برضو ايه يعني هقولها بس ما ما تركزوش فيها قوي اسمها اي جي ريشيو اما تيجي تعمل ال اي جي ريشيو برضو ديت بتدلك على عدد عدد من الامراض ودية الاميونو جلوبيلنس كلنا طبعا سمعنا عن الاميونو جلوبيلنس او صحيح الكوفيد على قد ما هو ازانة حصرنا وقيد حركتنا وعرق للاتصاد الا انه فدنا انه في زود ثقافتنا الطبية سمعنا عن الاميونو جلوبيلنس كذا مرة دلوقتي اللي هي المضادات مسؤولة عن المناعة اما دوت الاخير فيبرينوجين فيبرينوجين ده المادة اللي بيطلع منها حاجة اسمها فيبرين ودي اللي بتدخل في عمل الجلطة لما الواحد يتعور او يخر دم ده موضوع طبعا الجلطة ده موضوع كبير انا هعمل لكم فيديوهات عن كل الحاجات دي بالتفصيل بس بقدر الامكان برضو باسلوب ايه مبسط والعلموك والكلام اللي انا بقوله ده مش للناس اللي التي تدرس الطب او العلوم الطبية لا ده اي واحد عادي يستوعب هذا الكلام لو مهتم بانه يعرف طبعا بالنسبة لللي بيدرسه صدو طب لو سمعوا هذه الفيديوهات او الطلبة يعني اللي لسه مسلا في سنوية عامة او لسه جداد في اول سنة طب وسمعوا هذا الكلام بيساعدهم شوية ياخدوا فكرة عشان اما يقرؤ الكتب بتاعتهم ويتعمقوا يبقى عندهم خلفية اما قلنا اول مكون اللي هو المكونات العضوية اللي هي البروتينات في حاجة كما مهمة اوي في البروتينات اللي هي الدهنيات مش بروتينات بقى هي ولكنها محمولة على البروتينات عشان ما تعرفش تمشي في الجسم من غير في الدم من غير ما تتحمل على بروتينات وهنتكلم عنها فيما بعد بقية الحاجات الاكترالايتس والعناصر يعني مثل السوديم والبوتاسيام والبيكوربونيت وما الى ذلك من المعادن الاخرى المفيدة للجسم ونواتج التمثيل الغذائي من المغزيات المفيدة والهرمونات واخيرا النواتج العادم او النواتج التي لا نحتاجها وبتبقى ماشية في الدم لحد دم ما الدم يتخلص منه الجزء الثاني من مكونات الدم يمثل 45% وفيه اغلبه عبارة عن كرات دم حمرة في 99% منه تقريبا والباقي عبارة عن الكرات الدم البيضة والصفايح وبكده اكون انا جمعتلكم مكونات الدم تقريبا وبشكل ملخص وسريع هيتبقى معنا وظيفة هذه المكونات طبعا مش هتكلم عن كل هذه المكونات ووظيفتها لانا هتكلم عن المكونات الاساسية وخصوصا كرات الدم كرات الدم هتكلم عن وظيفتها وشوية كده هتكلم عن البلازمة بروتين اتفقنا فتابعوا معايا الفيديوهات ويا اخوانا لو شايفين ان هذه الفيديوهات سهلة او بتستوعبوها بسهولة اعملوا لكم من عشان استمر في هذا الاسلوب لكن لو شايفينه صعب شوية برضو ياريت تتفضل اللي يسمع الفيديو ويلاقيه صعب عليه شوية يقول لي عشان احاول في الفيديوهات الجاية اني اكون اكثر تبسيطا انا بحاول ابسط بس بحاول في نفس الوقت لا اخل بالمحتوى العلمي فاكملوا معايا الفيديوهات ويا ريت برضو حابا يبنى اللي ما اشتركش يشترك وتعملوا شير لاصحابكم وحابا يبكوا وتعملوا لايك للفيديو وتابعوا معايا بقية الفيديوهات ان شاء الله محتوى هعمله جيد جدا ومفيد للشخص العادي ومفيد حتى للطالب اللي بيدرس سيان في سنوي او يكون مقتدق في الطب فانكمل مع بعض الفيديوهات اشتركوا في القناة